أشهد رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس البرلمان المغربي الحبيب المالكي بتقديم الشعب البرلماني الكويتية بند طارئا على جدوى لعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الأخير بجنيف مع الإمارات والبحرين بشأن عدم المساس بالوضعية القانونية الشرعية للقدس وثمنا دور البرلمانات العربية في هذا الاجتماع ومن جانبه عرب رئيس البرلمان الإراغي سليم الجبوري أمام المؤتمر عن الشكر الجزيل للكويت وسمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لاستضافة مؤتمر الكويت الدولي لعادة إعمال العراق وللمساعدة في تحقيق الاستقرار هناك كما أشهد رئيس مجلس النواب المصرية الدكتور علي عبد العال باستضافة الكويت للمؤتمر في كلمة مماثلة ألقاها نيابة رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس سعاد الجمال